مرحبا وضحياتي للجميع وصفه إيمانويل كانت التي طبعا تأثر بفلسفته وبأرائه بشكل كبير جدا خاصة في الطور الأول من حياته من حياة كانت الفكرية فيصفه كانت بأنه الأستاذ المتمكن فيما وصفه هيجل أيضا هرم آخر من أهرام الفلسفة الألمانية فإذا كان إيمانويل كانت وصف هذا المفكر بالأستاذ المتمكن فيصفه هيجل بأنه أستاذ ألمانيا طبعا يلاحظ هنا التركيز على صفة الأستاذ لأن كريستيان فولف واقعا يعتبر أستاذ فلسفة بامتياز فكل حياة فولف الفكرية والفلسفية تمحورت حول مهنته كأستاذ الفلسفة في كبريات الجامعات الألمانية يعني حتى مؤلفات فولف واقعا هي عبارة عن دروس عن محاضرات كان يلقيها على طلابه في الجامعات المختلفة وفي الواقع سيطرت فلسفة فولف وأفكار فولف وحتى منهجية فولف في كل الجامعات الألمانية طبعا إلى حين ظهور الفلسفة القانتية وكريستيان فولف هو طبعا فيلسوف ألماني من موليد سنة 1679 وتوفي في عام 1754 بعد نيله لشهادة الدكتورة في الفلسفة وتحت إشراف الفيلسوف الألماني الآخر الكبير جدا لايب انتزم فبعد أن نال الدكتورة بدأ مباشرة في رحلة التدريس في جامعة هالي بناء على توصية من لايب انتزم وهكذا بدأت رحلة فولف مع التعليم الجامعي والمنهجي ولكريستيان فولف واقع مؤلفات عديدة أهمها مثلا كتاب الأنتولوجيا أيضا علم النفس التجريبي الفلسفة العقلية عالم النفس العقلي علم الكونيات العامة قانون الأمم وكتاب اللهوط الطبيعي وغيرها في الواقع كريستيان فولف كان فيلسوف مثالي وعقلاني بامتياز كان فيلسوف يعني يثق بالعقل ثقة مطلقة وتميزت تميزت فلسفة فولف بمنهجية صارمة وبوضوح شديد وباتباع مركز للقواعد المنطقية وللمبادئ المنطقية بمعنى أن فولف يعني أسس فلسفة ترتكز على على منهج الاستنباط العقلي وعلى قوانين المنطق الأرسطي وأهمها قانون عدم التناقض وطبعا قدم فولف لهذه الفلسفة في العديد من أعماله ومؤلفاته خاصة في كتاب اللهوط الطبيعي الذي يعتبر من أهم وأعمق كتب كريستيان فولف ففي هذا الكتاب وبعد أن أن يحاول في القسم الأول إثبات وجود الله بالدليل العقلي من حيث أن كل الموجودات تحتاج في وجودها إلى موجد وبالتالي فالله موجود بهذا المعنى يدخل بعد ذلك إلى المجال الأخلاقي وهو المتأثر هنا في هذا الميدان بثلاثة أعلام كبار جدا هم أرستو ولايبينتز والحكيم والفيلسوف الصيني كونفوشوس وواقعا كان معجبا بكونفوشوس لبل يعني نظر إليه بنظر بنظر فيها شيء من التقديس يعني رفعه في مكان ما حتى إلى مقام الأنبياء فمثلا ومن وحي أرستو فكريستيان فولف كان يعتقد بأن كل شيء في العالم ينزع نحو غاية معينة وغاية النفس الإنسانية هي أن تصل إلى الكمال أو أن تتمثل بالكمال ومن وحي لايبينتز أعطى كريستيان فولف مفهوم غائي للعالم فهذا العالم الذي أوجده الله ليكون صالحا ليعيش الإنسان ليعيش الإنسان في داخله أيضا هو عالم يصبو باتجاه غاية وغاية العالم هي الوصول إلى كماله وبالتالي فالله أوجد العالم ناقصا أو أوجد في داخله الخير والشر وأوجد في هذا العالم نزع تصبو نحو الكمال تماما كما هو حال الإنسان وبالتالي مجرد أن يسعى هذا العالم نحو كماله فهذا يعني بالضرورة الحاجة لوجود الشر في داخله طبعا لكي يوجد الخير بالمقابل وبالتالي ينتهي فولف إلى أن الشر موجود في صلب غائية العالم وبالتالي لا يمكن إنهاء الشر من العالم لأن ذلك بكل بساطة يعني إنهاء للخير أيضا فما معنى وجود الخير؟ أو ماذا سيكون معنى الخير في حالة عدم وجود الشر؟ وبالتالي لن يكون لهذا العالم في حالة عدم وجود الشر أي غاية يسعى نحوها ولذلك وكما انتهى لايبينتز من قبل أيضا انتهى كريستيان فولف انتهى إلى القول بأن هذا العالم الموجود هو أفضل العوالم الممكنة عن الله لأنه عالم يسعى في النهاية إلى الكمال وطبعا الكمال هو الحد الأقصى أو الخير الأقصى أما من الحكيم الصيني كونفوشوس فواقعا استوحى كريستيان فولف الكثير من مبادئه الأخلاقية فمثلا أخذ من كونفوشوس واحد أو لنقول بداية أنه أخذ من كونفوشوس مسألة إمكانية وجود مبادئ وقواعد أخلاقية ووجود أخلاق بصفة عامة بشكل مستقل مثلا عن الدين والإيمان والسماء لبل إن أردتم في مكان ما فأغلب فلسفة كريستيان فولف الأخلاقية تحاول أن تثبت أنه بالإمكان وجود قواعد أخلاقية عملية تحافظ على قيمتها يعني حتى لو لم يكن الله موجودا وبالتالي كان يحاول أن يؤسس الأخلاق على قواعد عملية لا ترتبط لا بعقائد دينية ولا بأي عقائد أخرى والقاعدة الأساسية في أخلاق كريستيان فولف أو القاعدة الأخلاقية الأساس في فلسفة فولف هي التالية افعل ما يزيدك كمالا أنت والمحيطين بك وامتنع عن العكس افعل ما يزيدك كمالا أنت والمحيطين بك وامتنع عن العكس طبعا ربما لاحظتم أن هذه القاعدة الأولى ترتبط بفكرة فولف حول أن الإنسان لديه طموح وسعي نحو الكمال بمعنى أن الإنسان يسعى أو يطمح لكي يصل إلى حالة معنوية وأخلاقية تضمن له في النهاية السعادة أو الحياة السعيدة ولذلك يعني يمكن أن نعيد صياغة قاعدة فولف بشكل أوضح لتصبح على الشكل التالي افعل كل ما يدنيك من الكمال افعل كل ما يقرب بينك وبين الكمال وامتنع عن كل ما يبعدك عن كمالك وهذا السعي نحو الكمال واقعا ليس طرف عند فولف ليس مجرد فكرة جميلة فكرة مثالية فكرة محببة لا السعي نحو الكمال عند فولف هو صوت الضمير هو صوت الضمير الإنساني وهذا السعي هو الواجب الأسمى للإنسان والذي تنضوي تحته كل الواجبات الأخرى طيب ممتاز سأتمثل بفكر فولف وسأحاول أن أسعى نحو الكمال المعنوي والأخلاقي وسأستمع لصوت ضميري لكن هل الأمر يتعلق بي فقط؟ هل أنا أعيش في هذا العالم لوحدي؟ لا أنا أعيش في محيط من الآخرين ولكي أسعى نحو الكمال لابد من معونة الآخرين فهنا يرشدنا كريستين فولف إلى القاعدة الثانية في فلسفته الأخلاقية والتي تقول اسعى لتكون حياتك كاملة أو اسعى لتكون حياتك كاملة واسعى في نفس الوقت لكمال الآخرين اسعى لكمالك الذاتي وفي نفس الوقت اسعى لكمال الآخرين بمعنى وبكل بساطة أن افعل مع الناس ما تحب أن يفعله معك الناس قاعدة بسيطة جدا وطبعا موجودة عندكم فوشوس كما تكلمنا في إحدى الحلقات عن فلسفة كونفوشوس الأخلاقية وأيضا سنجد هذه القاعدة وأغلب قواعد فولف يعني بشكل أو بآخر أيضا في داخل فلسفة إيمان والكانت الأخلاقية فإذا اسعى نحو كمالك واسعى نحو كمال الآخرين افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك عامل الناس كما تحب أن تعامل احترم الآخر كما تحب أن يحترمك هذا الآخر أيضا فهكذا عندما يلتزم كل إنسان بهذا القانون الأخلاقي فهذا سيوصل في النهاية إلى الخير العام وطبعا إلى خير المجتمع وسعادة المجتمع ككل أيضا يشدد كريستيان فولف على أن هذا القانون الأخلاقي يعني ليس مفروضا على الإنسان من سلطة خارجية بل هو ينبع من داخله صادر عن ذاته الداخلية عن ضميره هذا القانون الأخلاقي هو صوت الضمير هذا القانون بحسب فولف موجود في داخل كل إنسان وما عليك إلا أن تنصت لصوت الضمير وأن تمتثل لإرادتك الخيرة والحرة وصوت الضمير هذا طبعا هو الذي يصلح كما يرى فولف ليكون قانونا عاما لكل الحياة الأخلاقية لأنه يدفع بالإنسان نحو الخير حبا بذات الخير وهذا في النهاية ما يوصل للإنسان طبعا لنقل إلى الكمال وإلى المثال الإنساني ومسألة أن تتبع الخير وأن تمتنع بالمقابل عن الشر فهذه المسألة تحتاج لوجود إرادة حرة عند الإنسان ومن واقع هذه الإرادة الحرة قد يذهب باتجاه الخير أو قد يذهب باتجاه الشر وبالتالي فالحرية تعني أن يكون الإنسان مسؤولا وأن يتصرف عن عقل عن تفكير عن دراية عن وعي فمسألة أن تحيا وفقا لمبادئ عقلية وأخلاقية هذا يعني أن تعيش حياة حرة حياة حرة حياة عقلية تلتزم بتوجهات العقل وبصوت الضمير وهذه الحياة هي القادرة على أن تسمو بالإنسان يعني فوق مستوى الغريزة والأنانية والحيوانية مثلا وهكذا فيوجد كريستيان فولف إن أردتم ترابط عضوي تلازم عضوي ما بين العقل والحرية طبعا في أساس وجود أي فعل أخلاقي منزح عن أي غاية لأن أي فعل أخلاقي عندما يرتبط بغاية مهما كانت سيفقد معناه وسيفقد يعني كل قيمة ممكنة في داخله لن يعود فعل أخلاقي منزح سيصبح فعل يعني يسعى نحو غاية معينة في حين أن الفعل الأخلاقي كما يرى فولف وكما سيرى إمان ويلكانت بعد ذلك يعني يجب أن يكون منزح بشكل كامل فقط قيمته في ذاته وهذا يستلزم أن يكون الإنسان حرا لأن العقل يرشد الإنسان إلى الطريقين إلى طريق الخير وطريق الشر أو يضع أو أن الطريقان ماثلان أمام الإنسان هناك طريق الخير وطريق الشر والعقل يرشد الإنسان إلى الطريق المستقيم وبالتالي إلى التزام الفعل الأخلاقي وهذا الأمر مسألة أن تلتزم هذه مسألة تحتاج إلى إرادة حرة تحتاج إلى إرادة اختيار وفي حالة عدم وجود حرية لدى الإنسان وفي حالة عدم وجود حرية اختيار لدى الإنسان فسيفقد الفعل الأخلاقي أي معنى وسيفقد كل الغاية وأي قيمة ممكنة وأشكرنا للقام